اهلا 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 ازايكم اليوم الحمد لله رب يخرج عدل الامام اول تصريح ليه هو ميتكلمش برشا في الميديا حتى في مصر وقال ما عندي حتى مشكلة وشنه الزوب عادية اللي تخلقت الناس اللي تحب تخلق الفتنة مانيش ضد كلام الفنان لطفي العبدالي وتونس تبقى على رأسي وعيني والفن في تونس والسينما التونسية عندها مكانة خاصة وقتها نقول لك يا عادل امام انت زعيم وراجل كما نحن نقوله انت بوها فما حاجة اخرى بنحب الرد عليها برشا كيانا تكلمت تقول تونس ابو الدنيا والسينما التونسية ابو السينما برشا ولا ويسبوا في الفنانين التوانسة اللي في مصر وقال لكاوكا جاونا ويستقاتوا عنا لا نحب نقول لكم ما احترامي لهم الفنانين متاعنا حتى في مصر وفي فرنس وعنا في العالم الكل الفنانين متقلقين عنا حتى في هوليوود نحب نقول لكم ما احترامي للشعب المصري وفن المصري الفن والفن المصري الفنانين متاعنا لكلهم اللي في مصر من صغيرهم لكبيرهم إضافة للسينما العربية وتحية تونس تونس أبو الدنيا ومصر أم الدنيا والكلنا منظمين واتسللللون ما تكرزوش واباقي كله أمورنا به